هنشوف مع بعض مجموعة من الأدوات المنزلية الحديثة والأسكار والحيل والمنظمات وكل حاجة محتاجاها لبيتك أو مطبخك هتلاقيها في قناتي وكل طرق الحصول على الأدوات دي سهلة جداً وبسيطة ولو أنت متواجدة في مصر فالموضوع سهل جداً تقدر تحملي أبليكيشن أمازون مصر وتجيبي كل المنتجات اللي أنت محتاجاها لبيتك ولو أنت بره مصر تقدر تطلبيها من على تطبيق أمازون أو تطبيق عليك سيبرس أو تطبيق نون وفي نهاية الفيديو هقولك على كذا طريقة معتمدة تقدر تجيبي من خلالها كل الأدوات اللي أنت محتاجاها بكل سهولة ولو حابة تشوفي أدوات تانية كتير ما تنسيش تعمل اشتراك للقناة وتفعلي جرس الإشعارات للكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة إن شاء الله ويلا بينا بقى نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف الأدوات اللي هتتعارض معنا في الفيديو ده بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم للبيت طبعاً المنظم ده بياخد معاكي 12 بيضة وغير كده شكله جميل جداً وبيساعدك على تنظيم التلاجة واستغلال مساحات الصغيرة جوة التلاجة واستخدامه بيكون سهل جداً وبسيط بعد كده معانا مجموعة من الكوبات البلاستيك اللي تقدر إن انتي تنظميها من خلال المنظم اللي بييجي معاها هنا معانا الغطى أو الواقي الخاص بإجباس الكهرباء تقدر إن انتي تسبتيه بكل سهولة على إجباس الكهرباء في المطبخ أو في الحمام وهو طبعاً من مميزاته إنه بيكون مقاوم للمية يعني بيحميلك إجباس الكهرباء دي إن هي ما يوصلهاش أي مية هنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للصابون المنظم ده تقدر إن انتي تسبتيه على أقدار الحمام بكل سهولة وتنظمي بيه صابنتين في نفس الوقت وغير كده بيبقى فيه مصفة من تحت يعني أي مية بتيجي على الصابونة هتتصفى لوحدها جوه المصفة الموجودة في المنظم ده بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مصفة الإطباق والكوبات ومختلف لوازم المطبخ تقدر إن انتي تصف عليها كمان الخضار أو الفكهة تقدر إن انتي تسبتيها عندك على الهود وتصف عليها كل الحاجات دي وغير كده كمان تقدر إن انتي تستخدميها قصرية للتقديم وبعد كده هنا عندنا مجموعة من المقابض الخاصة بغطيان الحلل أو غطيان التصاد طريقة تثبيتها على الغطيان سهل جداً زي ما انتي شايفة كده معايا من خلال الفيديو بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مجموعة من الكتعة السيليكون اللي هي تعتبر أخطية للأطباق وطبعاً هي بتيجي بأحجام مختلفة بحيث إنها تتناسب مع حجم مختلف الأطباق أو الكوبات أو المنظمات اللي عندك وغير كده هي بتساعدك على حفظ الحرارة وكمان بتمنع إن الحاجة اللي انتي منظمها في الطباق أو المنظم ده متقعش منه وهنا هنشوف مع بعض عندنا الفرشة الدقيقة جداً اللي بتساعدك إن انتي تنظفي كل القطع أو كل الحاجات اللي بتبقى عندك حجمها صغير أو بيبقى فيها زوايا صغيرة بيبقى صعبة عليك تنظفها فتقدر من خلال الفرشة دي تنظفي كل ده من غير أي صعوبة بتنظيف أي حاجة موجودة عندك من لوازم المطبخ بعد كده هنشوف مع بعض عندنا أداة تنظيف كرس الحمام وهي بتساعدك إن تتنظفي كرس الحمام بكل سهولة والأداة دي بيجي معاها مجموعة من الكطع الأسرنجية اللي بيبقى فيها مادة تنظيف بتساعدك إن انتي تنظفي وتعقمي كرس الحمام وهي طبعا بتديكي أفضل نتائج التنظيف اللي انتي بتكوني محتاجاها وغير كده بيجي معاها حامل تقدرين انتي تثبتيها عليه بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا المطحنة الصغيرة دي تقدري من خلال المطحنة دي تتحني الرز أو السكر أو الشطة أو أي حاجة عاوزة تتحنيها بكل سهولة زي ما انت شايفة معايا كده من خلال الفيديو وهنا هنشوف مع بعض عندنا مكنة الخياطة حجمها بيكون صغير واستخدامها بيكون سهل جدا تقدرين انتي تخياطي بيها كل أنواع الهدوم اللي بتبقى محتاجة خياطة عندك بكل سهولة والنتائج بتاعتها الحقيقة مبهرة جدا زيها زي ما كانت القياطة العادية بالزبط وهنا هنشوف عندنا الجهاز اللي بيساعدنا ان احنا نشيل كل الوبر اللي بيبقى موجود عندنا على مختلف أنواع الهدوم وطبعا الجهاز ده أكتر وقت بتحتاجيه فيه في وقت الشتاء بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا عصارة للخضار والفاكهة تقدر ان انتي تعملي من خلالها مختلف أنواع العصير الطبيعي من الخضار أو الفاكهة بكل سهولة في البيت وهنا هنشوف مع بعض عندنا رفة تقدر ان انت تثبتي على الجدار بكل سهولة وبعد كده تقدر ان انت تنظم عليه الشمعات قبل المشابك بعد كده عندنا منظم لتوزيع الزيت والمنظم ده بيجي معاي فرشة بتساعدك ان انت توزيع الزيت بشكل متساوي على الحلق أو الصينية بتاعتك وهنا هنشوف مع بعض عندنا حامل أو رف تقدر ان انتي تثبتي عندك على الجدار بكل سهولة وبعد كده تقدر ان انتي تثبتي عليه الأحزية بتاعت الحمام وهنا هنشوف مع بعض عندنا جهاز التسخين وهو يعتبر مكتبي يعني تقدر ان انتي تستخدميه في الشغل أو على المكتب وقت الدراسة بحيث ان المشروبات بتاعتك تفضل سخنة وهنا هنشوف مع بعض عندنا منظم لمختلف أنواع وأشكال الديكورات اللي بتبقى موجودة عندك في البيت وطبعا بيكون في منه كذا تصميم وكذا لون هنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للحمام بيجي مكون من كذا درج بأحجام مختلفة فوق بعض كده بالشكل ده تقدر ان انتي تنظمي بيه مختلف أدوات الحمام زي المنازيل أو الفوت أو الشامبوهات أو الكريمات وغير كده كمان هو بيبقى مزود بعجل يعني تقدر ان انتي تحركيه بكل سهولة في أرضية الحمام هنا بقى هنشوف عندنا أداة بتساعدنا على كسر البرشام لنص أو لربع بكل سهولة على حسب وصف الدكتور طبعا وهنا هنشوف مع بعض عندنا حامل أو رف تقدر ان انتي تثبتيه عندك على الجدار بكل سهولة وبعد كده تقدر ان انتي تثبتي عليه الأحزية بتاعة الحمام بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا أداة تقطيع تقدر ان انتي تقطعي بيها مختلف أنواع الخضار والأداة دي بيجي معاها كذا قطعة من أشكال التقطيع المختلفة تقدر ان انتي تبدليها بكل سهولة على حسب طبعا الحاجة اللي انتي عاوز تقطعيها وتقدر ان انتي تحضري من خلالها مختلف أنواع السلطات بكل سهولة دلوقتي تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم للمطبخ بيجي عبارة عن ثلاث رفوف تقدر يتثبتيه على رخامة المطبخ وتنظمي به لوازم المطبخ زي التوابل أو الزيوت أو السوسات بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا حامل أو أداة تثبيت طريقة تثبيتها على الجدار سهلة جدا والأداة دي بيجي متثبت عليها كذا شماعة طبعا تقدر ان انتي تثبيتها عندك في المطبخ وتنظم عليها أدوات ولوازم المطبخ او تقدر ان انت تثبتها في الحمام وتنظم عليها ادوات الحمام وتقدر ان انت تنظم عليها اي حاجة انت عاوزها وتثبتيها عندك في اي مكان في البيت بعد كده هنا عندنا جهاز تدفئة الاجدام طبعا الجهاز ده بيبقى محشب قطنة عالي الجودة طبعا تقدر ان انت تخسليه على اديك او تخسليه في الغستالة هنا بقى عندنا مجموعة من الاشريطة اللي تقدر ان انت تثبتيها عندك على مصفى الشفاط وهي بيبقى عندها كدرة عالية جدا على انتصاص الدهون او السوائل اللي بيمتصها الشفاط وبكده تكوني حافزتي على نظافة الشفاط عندك بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الاداة اللي بتساعدنا على فتح مختلف العبوات بطريقة سهلة وبسيطة جدا هنا عندنا حامل تقدر ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وتقدر ان انت تتحكمي بالحجم بتاعه على حسب حجم الجدار عندك وتنظم عليه مختلف احجام الفوت بتاعتك او الاحزاء الخاصة بالحمام بعد كده هنشوف عندنا ممساحة او اسفنجة تقدر ان انت تعصري منها كل المية وكل سوائل التنظيف اللي بتبقى موجودة عليها بكل سهولة وغير كده بتكون صغيرة في الحجم وطريقة تصميمها بتساعدك جدا انك تنظفي بيها كل الاسطح او الاجهزة اللي بتبقى موجودة عندك في البيت بكل سهولة بعد كده هنا هنشوف عندنا منظم للاكياس البلاستيك وهو بيكون مصنوع من القماش تقدر ان انت تثبتيه عندك على الجدار او جنب التلاجة وطبعا المنظم ده بيخلصك من زحمة الاكياس اللي بتبقى عندك واستخدامه بيكون سهل جدا زي ما انت شايفة كده معايا ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساعات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لانهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصلي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقت بقى بعد ما اتكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا في الفيديو ده هقولك ازاي تقديري تحصولي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر من انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي بتلت طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبداية كده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكوني موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفط شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصل لك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مزاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكو عليها وعاوز اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خيانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصل لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة التالتة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرائس بس كده دولي تلات طرق اللي تقدري ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انها يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو دي يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيه لي في خانة التعليقات وهرد عليك في اقرب وقت اصدقكم في راية اللي اصدقكم في راية اللي اشتركوا في القناة اصدقكم في راية اللي اشتركوا في القناة